مساء الفل عليكم مباراة مصر والجابون ملخص المباراة لكورة ولا تعليق ولا اي حاجة خالص يعني احنا مشفناش اي حاجة او انا يعني يمكن فيه ناس شايفت لان انا شفت قبل ما اطلع الحلقة دلوقتي شفت في الاستوديو التحليلي الناس قاعدة بتتكلم كلام اللي هو انا عملا بتفرق كده يا جماعة وانتوا كنتوا بتشوفوا وماتش غير اللي انا بشوفوا ولا ايه فانا من وجهة نظر انا مشفتش كورة اصلا اداء باهت للغاية ويعني ضيعين وما فيش جمل وما فيش تيكتيك وما فيش اي حاجة زي ما قلت كده بالحلقة الماضية عك عك وربك يفك ما فيش اي حاجة والله ما فيش حاجة متمرنين عليها مش حاسة ان فيه جمل يعني انا مش فهمة فيه ايه من الاخر اللي هو طول الوقت انا عملا اقول هو فيه ايه يا جماعة تصريحات كيلوش اللي هبدأ بيها الاول قبل ما اعقب على مباراة اليوم الراجل كلامه ينم عن شخصيته في الملع يعني فعلا كلام اللي تقل في المؤتمر الصحفي يدل عن الشخص ده بيفكر ازاي راجل بيقولك اول حاجة طبعا هو كلام مش بالترتيب بس اول حاجة انا اخدتها من تعليقه بيقولك المباراة ليست تحضير لبطولة تانية علشان بس الناس اللي بتقولك او طلعت نزلت تويتس كتيره وعلى فيسبوك وعدت تقولك ما تقولش تنتقدوا الاداء وانتو بتفهموش حاجة وحاسونا انهم بس اللي بيفهموا كورة طيب حضرتك الراجل بلسانه قال ان هي مش تحضير لبطولة تانية فانت مش بتحضر لبطولة انت بتلعب كورة علشان يعني علشان ايه يعني علشان ايه اللي احنا شفناه اليوم تصميمك العجيب على ان انت تلاعب لعيبة مش في مكانها تصميمك الغريب ان انت تحط شريف مش في حتته وانا رجع لها دلوقتي طيب فده كان اول حاجة قالها بيقولك محدش كان يصدق ان يا سينو ومروان وامام عشوري يلبسوا تي شيرت المنتخب ودلوقتي هم لبسينو يعني انت عاستوا ليه يعني فاهمني بس انت عاستوا ليه احنا مش عايزين نصدق ان مروان وعشوري يلبسوا تي شيرت المنتخب مش عايزين نصدق يعني احنا اصبش عايزين نصدق لان هم وجودهم قصة ملوش اي 30 لازمة ما احنا يا بشع الناس دي ما كانش بتلعب لان هي ملهاش مكان قصة في المنتخب وبالفعل مع المباريات اللي هم لعبوها أو الأوقات اللي لعبوها وخصوصا إمام عشور أنا أسفى والله وإمام عشور دي نزلت في التشكيل يعني اللي نزلت على السكرين اتكتب إمام أنا مش بسفى عليه ولا حاجة فالأخ اللي نزل اللعب ده والله مروان اللي أنا مش فهم أنت متمسك بوجوده ليه في المنتخب احنا أصلا مش عايزين نسعد أنه هو موجود في المنتخب لأنه هو أساساً منوش أي دور طيب فتصريحاتك ما لهاش أي لازمة الملعب لا يصلح إلا للزراعة وليس الكرة القدم حجج وهي وكلام مرة اللي فاتت قالك رتوبة وقالك دركة حرارة عالية وقالك ما عرفش إيه وبعدين رجعنا الحمد لله اليوم بيقولك الملعب لا يصلح إلا للزراعة هنزرع فيه إيه يا ترى يا كيروش اللي عندك أفكار وحاجات المفروض أن أنت عايز تطبقها ما تطلعش تتلكك بالملعب نديلالي كان بيلعب في ملاعب ولا أسوأ ولا أسوأ الكرة كابت نط كده كابت نط من كتر مع أرضية الملعب مش مستوية خالص وانت جاي تقولك أس الأرض الملعب لا تصلح للزراعة طيب تصميم كيروش على أنه هو يلاعب حاطت ثلاث لعيبة تسع أصل يعني حاطت أحمد ياسر ريان وحاطت محمد شريف وحاطت مروان اللي هو أصلا خد فرص كتير جدا وكل مرة يعني بيثبت لكيروش وبيثبت لنا أنه هو لا يستحق وجوده في هذا المكان طيب وبتعمل تغيير بتعمل تغيير فتطلع شريف وتنازل صلاح أنت تنازل صلاح حتى عادي مش حاجة غريبة ولكن أنت تطلع شريف دي الحاجة الغريبة أنت بتلاعبه في حتة مس بتاعته مرة تحطه يمين مرة تحطه شمال ودي مش حتته ومش هيديك حاجة يعني طب أنا باخد شريف عشان أهدي الناس وهدي الجماهير وأقول لا طب آه فعلا شريف لاعب يستحق أنه يبقى في أنه مش محتاجين رعي طبعا ده كده كده معروفة يعني أن شريف يعني طبيعي ما كان يكون موجود في المنتخب بس أنت بتاخده تحطه في حتة مس بتاعته علشان تثبت للناس أن أنت كنت صح وأنك لما استبعدت شريف أنت كنت صح فوجد نظر عقيمة وفكر عقيم بنسبة مليون في المية طيب تغيير مصطفى فاتحي نزل مصطفى فاتحي اللاعب فعلا مهاري وعنده كورة حلوة ويبقى الفنش يعني يبقى الفنش عنده هو اللي محتاج تزابط شوية تغييرت إمام عشور وأحمد ياسر ريان ما لهاش أي لازمة أنا في كام لاعب عايزة تكلم عنهم أقول الناس دي موجودة هنا ليه أحمد فاتحي أنت تعمل إيه كل سنة وأنت طيب شطب شطب بمعنى الكلمة ده لازم يعتزل دولي ده الله السعيد إحنا كلمنا عليه قبل كده أنه طبعا خلاص هو مش موجود أصلا كده كده اليوم مفيد من المصاب ماروان حمدي ما لهاش أي لازمة في المنتخب وتغييرت علاء ابننا حبيبنا مستر أسست نزل ما لمس الكورة طب عارفين ألا طب ربع ساعة طيب طب اديني ثانية طب ألمس الكورة يا عم الحاج تغييره ما لهاش أي لازمة فالعيبة دي موجودة بتعمل إيه اللعيبة دي موجودة في المنتخب بتعمل إيه سواء ماروان سواء عشوري اللعيبة دي أصلا هنا بتعمل إيه صف كورة قدم عايزة تكلم على أفشا أفشا يرد على كيروش ويقول له أنا مليش بديل أنا في الملعب مليش بديل سواء في البانالتي الأولانية الهدف الأول أو في الهدف الثاني اللي للأسف ما تحسبش طبعا لأفشا وتحسب هدف عكسي يعني أفشا التحرك أفشا الباصة أفشا الرؤية أفشا كل حاجة أفشا بيعمل كل حاجة في الكورة طبعا مش عايزين ننسى حمدي فتحي اللي ضغط ضغطة يعني ملاش حل وقطع الكورة وديها لأفشا فمنفعش ننسى حمدي فتحي أنا يعني أوفرول لعيبة المنتخب اليوم أنا مش شايفة أن أنا في حد أقدر أقول عليه أنه هو عمل لما يتعملش اليوم ولكن يعني أنا مش شايفة لمسات مش شايفة يعني حتى لعيبة الليل كويسة كانتش في أحسن مستوياتها في أحسن حالتها كسبت أن السلية كان كويس جدا قبل ما يطلع برضو كان حاجة غريبة بالنسبة أنه هو طلع السلية حمدي فتحي كان كويس الوينش كان كويس ولكن مشكلتي مع الوينش إنه غشيم شويتين تلاتة يعني بيتغشم أحيانا ممكن يلبسك فيه ويلبسك فيه أنزار في كارت أحمر بدون داعي ولكن هو طبعا مدافع من الطراز الأول يعني مش عايز أنسى حده ولكن ده اللي عايز أقوله عن لعيبة اليوم المعلق المعلق يا جماعة المعلق وجمال المعلق وحلوة المعلق والله العظيم إحنا في مصر عندنا حاجتين صفر تعليق صفر تحكيم صفر تعليق سيء جدا قال لك عيلة حمدي مالية الملعب عيلة حمدي محمد حمدي ومصطفى فاتحي لا إله إلا الله يا أمم أنت أنت بتقولي إيه يعني الجد أنت بتقولي تعليقاته سخيفة والإفعاد بتاعته سخيفة وحاجة بصراحة لوحد عايز يعمل ميوت مش عايز يسمع حاجة ومش عايز شوف لأنه مش شايف كورة فكان حاجة يعني ما يعلم بها لربنا نتمنى نتمنى من كل قلبنا أن الناس دي تفهم أن أنتو بتلعبوا باسم مصر مش اللعيبة مش اللعيبة لأن اللعيبة فيه متحكم فيهم برا مدير فني بيحط خطة بيوظف لعيبة في الملعب فأنا مش شايفة الباصمة بتاعته في الملعب فيا عم كيروش يا يعني كل الكرو اللطيف بتاع منتخب مصر يا رب تقدروا حجم المسئولية إحنا مشينا البدي مش عشان نتائج إحنا مشينا البدي علشان الأداء الباهت وسط الأداء باهت وأنا مش شايفة حاجة خمس طيب سريعا كده عايز أتكلم على موضوع الخالدين خالد الدرندلي وخالد مرتجي فيه تفاصيل كتير قوي أنا مش عايز أتكلم فيها يعني بصراحة مش عايز أخش في تفاصيل كل اللي عايز أقوله في الموضوع ده إنه طلع علينا الدرندلي وقال إن فيه خلافات ما بين العمري فاروق وما بين مرتجي وما بين الخطيب وكان فيه مشاكل وإحنا بقالنا بنعاني ومش عارف مين قال إيه ومين راح فين وقال إنه هو كمان مرتجي ما كانش بيفكر في موضوع مين صندوق وكان أصلا طموحه إنه يطلع نائب وكلام كتير جدا جدا وما لوش أي 30 لازمة الخلاصة بتاعت الكلام ده اللي أنا عايز أقولها واللي همني أنا في القصة اللي طلعت دي إن كيس إنه أنت كلامك سليم وحقيقي وإنه فعلا كان فيه خلافات في الفترة الماضية ما بين سين وصد داخل نادي الأهلي مفيش يعني نموساية سمعت عنها مفيش إنسان سمع عنها ما وصلتش للميديا ما وصلتش للجماهير ما وصلتش في حتة خالص كنا بنشوف المنظومة بتاعت النادي الأهلي منظومة متكملة بشكل لائق كنا بنشوف في كل المحافل الرياضية النادي الأهلي طالع بأحسن صورة نازلين مع بعض واعدين مع بعض على نفس الترابيزة بنتكلم وبنهزر وبندحك وفي أحسن صور بالأخير محدش صر بحاجة إن كيس إن انت فيه كلام حقيقي وفيه كلام مغلوط طبعا بنسبة ما في الماء فيه كلام مش حقيقي خالص يتقال وأنا واسقة من الكلام ده نادي الأهلي ما بيديش وعود لحد انت هتبقى بعد كم سنة انت الريس انت بعد كم سنة هتبقى الكذا فيش الكلام ده في النادي الأهلي حطرتك فيه جمعية عمومية نازيها جدا ولا نشكك فيها بنسبة مية في المية ففكرة الوعود وانت هتروح فين وتيجي منين ما كانش النادي الأهلي بقى كده ما كانش النادي الأهلي يوصل لده لو فيه محسوبية وفيه ماشية بالحب وبالكوسة كان زمان النادي الأهلي زيه زي الأندية الكثيرة الأمين صندوق النادي بتاعها طلع وقال الأستيس طارق جبريل قال لك الزمالك ممكن يدخل موصوعي جينيس كأكبر نادي في التاريخ لديه قضايا دولية في كرة القدم في وقت واحد كان النادي الأهلي بقى مع الأندية دي ولكن يبقى النادي الأهلي دائما وأبدا في المنزلة دي نظرا للسيستم اللي هو ماشي عليه يا أستاذ خالد وانا بأسف جدا على الصورة اللي طلعت وبأسف جدا عن ان الواحد طول الوقت كان يعني بيدعم بيدعم شخصيات الكرسي خلاها تعمل كده يعني الكرسي خلاها تعمل كده وتطلع الكلام ده وعيز أقوله ان انت مكسبتش حاجة بالكلام اللي انت قلت بالعكس انت خسرت بنسبة 100% ان كيس ان احنا كنا منقول ان المنصب ده يعني فيه عليه جدل كبير انت حسمته بالكلام اللي انت قلت طيب من أخبار النادي الأهلي ان شاء الله في فترة الطاقف الدولي الشهر القادم معسكر في الإمارات هيلعب فيه 3 مباريات ودية نتمنى من كل قلبنا ان احنا نشوف المباريات مزيعة على قناة النادي الأهلي وما يحصلش زي ما حصل قبل كده ونفاجأ او نتفاجأ بان المباريات حصري على احد القنوات الأخرى طيب أختم حلقة اليوم بمثل بيقول إن لم تستحي ففعل ما شئت شي كبالة عايز تعويد من مجاهد عايز يقادي مجاهد بشا انت طلعت وقلت ان انا ما عملتش حاجة وهو قال لا جيري ورايا ولا كان عايز يغزني ولا شتمني ولا زعقلي ولا اي حاج خالص ده هو بس قال لي انت اهلاوي مش انا قلتلك بس انت اهلاوي ما فيش اي خطأ انا عايز بقى تعويد ديني بقى تعويد ديني تعويد بقى على الضرر النفسي والمعنوي والبدني وكل الاذاء اللي انا تعرضت له وانت وقفت الفترة اللي فاتت فباش انا عايز بقى تعويد وعايز حقي ما انا ما عملتش حاجة فالديني حقي ودي اخرت الانسان اللي يتنازل عن حقه واخرة الانسان اللي يتغاضى عن الخطأ طبيعي ما هو انت بقى ايه في مثل تاني بقى بيقولك سكتاله دخل بايه لا ده دخل بكل الحيوانات اللي عنده مش بس بحماره طيب ودي كانت كل الاخبار اللي عندي اليوم نشوفكو على خير ترجمة نانسي قنقر